أهلاً بكم في الدرس اللي بعد كده اللي احنا نتكلم فيه عن Scrum Principles عندنا هنا في Scrum فيه ستة Principles أساسيين أو ست مبادئ أساسيين انت بتعتمد عليهم وانت بتعمل مشاريع Scrum فهولي امرك بسرعة وبعايا ندخل جهة تفصيل كل واحدة فيه Scrum بيتميز ان هو Empirical Process Control يعني بيشتغل على شكل تطبيقي مش النظري او التنظير بقا او ان انت تحط بPlan وخلاص لا عملي جدا طيب الحاجة الثانية ان هو Process بيعتمد على Self-Organization الحاجة الثالثة ان هو Self-Organization يعني الناس تشتغلوا من غير ما انت تبقى راكب فوقيهم وبتدهم تسكات بشكل ديلي الحاجة اللي بعد كده ان هو Collaboration ان هو بيعتمد على التجانس او التوافق بين الناس وهم شغالين والتعاون بين الناس وهم شغالين الحاجة اللي بعد كده بيشتغل على Value-Paced Prioritization يعني بتعيد ترتيب المهام والشغل اللي انت بتشتغله حسب اللي هيدي Value اكتر للعميل وبنقانة عليه تبتدي تشتغل عليها الحاجة اللي بعد كده Time Boxing او بيشتغل بTime Frame زي ما بقولك كده Sprints كل Sprint من اسبوع الاربع عسبية وجوه الSprint ده انت بتشغل بتسكات او بتسكس بتديها للناس يشتغلوا عليها او بتكتبها للناس والناس بيروحوا ياخدوها ويشتغلوا عليها فهو بيعتمد جدا على كل حاجة اللي هي Time Frame او Time Boxing والحاجة الاخيرة اللي هو Iterative Development ان انت وانت شغال لو حاسيت ان في حاجة محتاجة انها تتعدل او يعاد سياغطها او يعاد ترتيبها بتعمل ده بناءا على ايه بناءا على Target اللي انت عايزه من العميل وبناءا على Feedback اللي بيجي لك من العميل نفسه تعالا ندخل كده جوه كل Process فيه ومنشوف او جوه كل Principle فيه ومنشوف هو شغال ازاي اول حاجة Empirical Process Control هو بيعتمد على التطبيق اللي هو انك تبقى Empirical يعني تبقى راجل عملي او بتعدل وانت شغال او كده حيرة فيه يعني بيعتمد على ثلاث حاجات اول حاجات Transparency ودي فيها ان انت بتحط ال Vision Statement وبتعمل حاجات اسمه Product Backlog وبتعمل حاجات اسمه Release Planning زي ما احنا شرحنا فبتخلي الرؤية بتاعتك عن طريق الورقيات دي او Documents الاساسية دي احنا متفقين انه ما فيش Documents كتير لكن الحاجات الاساسية دي لازم تبقى موجودة مع الناس ممكن حتى تتخليه Software يعني مش لازم Document ولكن لازم تبقى منتشرة للفريق بتاعك او موجودة مع الفريق بتاعك ده كده في اول المشروع بعد كده بتعمل Progress وانت شغال فبتدي بتشوف Burn Down Chart بحيث تبقى كل الناس شايف المشروع راح فين فزي ما كل الناس شكيت شايف الرؤية بتاعت المشروع وتكسرته عامل ازاي بتشوف برضو Progress ماشي ازاي بتعمل حاجات اسمها Scrum Board ان كل واحد بيبقى شايف ايه تاسكس كلها اللي موجودة وبيروح يختار التاسك اللي يشتغل عليها المناسبة ليه ويحطها ويبقى ان هو ايه شغال عليها في الاجتماعات بتعمل اجتماع كل يوم اللي هو Daily Stand Up Meeting ده ربع ساعة كل يوم مع التيم بتعمل اجتماع في بداية ال Sprint اسمه Sprint Planning Team بتعمل اجتماع في نهاية ال Sprint وهو اسمه Sprint Review Meeting ده الترانسبرانسي فزي ما انت شايف كده الرؤية واضحة ال Progress كل الناس شايفها ال Plan كل الناس شايفها الاجتماعات كلها كل الناس بيحضروها ففي ترانسبرانسي في الطريقة بتاعت ال Scrum طيب وانا لازم عشان ابدأ Scrum لازم اطبق كل الكلام ده بالحزافير لا خالص انت افهم المبادئ ها وبتدي تطبق ايه واحدة واحدة وانت شغال مش لازم تطبق كل حاجة في الاول طيب الحاجة اللي بعد كده ال Inspection وانت شغال انت ممكن ببساطة جدا تبقى عارف كل مين واخد تاسك ايه وبيعملها وخلاصه ولا لا عن طريق ال Scrum Board فال Scrum Board كده هو عبارة عن بيبقى 3 columns to do doing done بيبقى لك الشغل اللي المفروض يتم ومين اللي شغال عليه واذا كان خلص ولا لا او مين اللي شغال على كل تاسك طبعا هنا انا انصحك انك تنزل برنامج اسمه Projecto او برنامج اسمه Asana دولات بتقدر تشغل طعم في برامج تانية يعني ولكن مجرب دول بيخلوك تقدر تشغل على Scrum Board بشكل كويس بتعمل Frequent Feedback من الناس وهم تشاغلين عن طريق الاجتماعات انت بتعمله بشكل يومي او بشكل اسبوعي وبتعمل Final Inspection لما الشغل بيخلاص بتعمله ايه Validation قبل ما يروح للعميل الحاجة الثالثة ال Adoption ال Adoption انك له انك تقدر تعدل بسرعة لو في اي حاجة حصلت او حصل تشفيته عن ال Plan فبتعمل Daily Meeting بتعمل Constant Risk Identification وانت شغال دائما بتكتشف المشاكل او ااسف المخاطر اللي ممكن تحصل قدام بتعمل ايه Sprint Retrospective و Project Retrospective وهي عبارة عن Lace and Learned يعني في نهاية كل sprint بتقول ايه المشاكل احنا احنا فيها عشان ما نوعاش فيها لل sprint اللي بعده وفي نهاية المشروع بتعمل نفس الكلام عشان المشروع اللي بعد كده فال Transparency اللي انت دائما كل الناس شايفة وكل حاجة بتحصل وال Inspection بيخله ان يبقى فيه دائما adoption او تعديل على طول الشغل اللي بيتم طيب الحاجة اللي بعد كده Self Organization ان انت بتشتغل دائما باللغة بتاعت النهاردة يعني ايه يعني بتقول ان انا مش هفضل مش الناس قاعدة لو انا مدتها الشغل مش هشتغله او هانتخه لأ المفروض ان الناس دي هي جاية وهي عايزة تشغل وهي عايزة تشير مسئولية ده الconcept وبنان عليه انت بتبتدي تكبر الناس يعني فاهم ما تبقاش مصغرهم طيب هو النظام ده هي مش معقول الناس لا طبعا ولكن انت بتفترض هذا في الاول وبعد كده من الفيتباك اللي بيجيلك او من الشغل يعني من النتاج اللي بتحصل انت بتقدر تقول الناس دي هتكمل معايا بالطريقة دي ولا لا فيه اتنين تلاتة كده هتبتدي تدخل بقى ايه تشغلهم ويفضل كمان ان انت مش تشغلهم بقى انهم لو ما تزبطوش مع بقية الناس هم يشتغلوا من نفسهم لأ انت بتمشيهم اصلا عشان ما يعدوش الايه الناس التانية تمام طيب فانا عندك ايه عندك ال team اللي انت تشغل معاه زي الموظفين مثلا هم متاقعا هم موتيفيتد هم عايزين نجبروا وعايزين شيلوا مسئوليات وعايزين يتدربوا مش جاين بس ياخدوا مرتباته خلاص لا ده هم حابين ان هم يطوروا من نفسهم وان نوعية دي موجودة بس انت دور عليها وايه وتقدر تطلعها هتلاقيهم دايما عايزين يعملوا value ويضيفوا لنفسهم ويتعلموا وان كل واحد فيهم عارف كويس هو محتاج يعمل ايه وعايز يعمل ايه في التاسكس اللي انت حاطتها على البورد طيب النوع التاني بيكون ايه اللي هو انت حضرتك بقى فانت تسمى في هذه الحالة احنا كنا بنقول ان انت مدير مشروع ولكن لما في المشاريع بتاعت الاسكرام دي بقى اسمك سكرام ماستر سكرام ماستر اللي هو مدير الفريق بتاع الاسكرام ده مش مدير ولكن تقدر تقول انت الليدر يعني بتاعه فانت هنا بيكون دورك انت servant leader يعني انت اللي بتشغل الناس وبتحركهم وبتتأكد ان ايه الناس كل واحد في مكانه كل واحد بيعمل دوره الناس مش مكتئبة يعني او ما عنداش مشاكل ده دور servant leader طب ايه الفريق من servant leader والمدير المشروع العادي مدير المشروع في المشروع الترادشنال يعني اولوترفول بحول زي بيقوله كده كل في الكل يعني يعني هو اللي في ال center بيتعامل مع العميل بتعامل مع الادارة وبتعامل مع الناس وبتعامل مع الفيندورز فدي كويسة طبعا ولكن هي عملت عليه هدك انه هو ايه خلته مضغوط جدا من ناحية ومن ناحية تاني ان فيه ناس بتفهم هذا الكلام غلط فبتتسي بقى تاخد هالجلالة ومش عارف ايه الكلام ده في الاسكرام مش كده في الاسكرام قالك انت دورك تخدم على الناس يعني بالبلدك لو سيد القوم ايه خادمهم او خادم القوم سيدهم يعني اي 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 تمام فبتتشوف الناس محتاجة اي الدنيا شغالة تمام ولكن تشوف التسقاط تساعدهم تتاكن الاوتبوت طالع تمام وهكذا يعني تمام وخلوا في واحد تاني اسمه product owner هو منه للعميل تمام لان ال product owner هو فاهم شوية في البزنس مش فاهم في الصنعة بتاعت المشروع اللي انت فيه دلوقتي ولا يكون مثلا موبايل ابريكيشن لأوبر مثلا فهو فاهم اوي في البزنس بتاع العربيات والتوكوسة والكلام ده او تاكسز يعني فهو يتعامل مع الكاستمر في حين هو يتعامل معك يعني هو يتعامل مع الكاستمر يتعامل معك وانت يتعامل مع الايه؟ مع اتيم المبدأ الثالث اللي هو اسمه collaboration وفيه ان انت ما تقدرش تشتغل منفاردا يعني مش يينفع انك لو انت بتجري مثلا ولا حاجة وخلصت فانت كده خلص شغلك هو اللي هيبان والباقي شغله مش هيبان لا collaboration مش كده collaboration معناها انه كل واحد بيعمل حتة معتمد على التاني فانت خلصت حتتك تديها لتاني تاني يكمل اللي يخلص على التاني فده collaboration طب ايه الفارق بين collaboration وكاوبرايشن؟ كاوبرايشن ان كل واحد بيعمل حتته فلو خلص حتته هيبان ان هو خلص حتته فهو ده شغلتر والتاني لسه مخلصي فيستنى فيبقى يخلص والتاني يخلص وبالتالي كلهم يتحطوا على بعض ويبقى منتج ده الكاوبرايشن لكن الكاوبرايشن انا بعمل حتتي وحتتي دي حتة في الصنعة يعني مش هتكمل الا ماديها اللي بعدها يكمل عليها ولي بعدها يكمل عليها فهو خط متصل يطلع في الاخر منتج لما اخر واحد يخلص حتته عشان كده ميزة الاسكرام ان هو تيمورك يعني يعني لازم انا عشان لو شغل يواقع فلازم من خلال الاسكرام ماستر او من خلال انا حتى اتكلم مع تيم وقوله يلا نخلص الحتة دي عشان نسلم الشغل بالتالي لازم يبقى فيه awareness لازم يبقى الناس مركزة وشايفة اللي بيحصل لازم يبقى فيه حاجة اسمها articulation انك بتقسم الشغل لحتة صغيرة وكل احد يعمل الحتة بتاعته ولازم يبقى فيه adaptation او appropriation ان كل واحد بيشوف الايه زي وفق تكنولوجي بتاعته على الحاجة اللي هو بيعملها طيب فيه كمان الpenfit لازم ان انت تبقى مركز انك تطلع اعلى penfit بقى اقل مشاكل او اقل مخاطر ممكن تحصل فيها او تحصل في هذا الجزء اللي انت بتعمله فيه collocation انك تقعد تشغل مع الناس في مكان واحد او في غرفة واحدة وفيه حاجة اسمها distributed team ان انت لو تشغل بقى مش هينفة تعمل collocation لو انت كل واحد في بلد ولا حاجة فتعمل distribution او distributed team ان انت تشتغل على الفيديو كونفرنس ومن خلال السوشيال ميديا المبدأ اللي بعد كده المبدأ اللي بعد كده اللي هو اسمه parameterization وال parameterization ده معناه ان انت ما تبقاش ماشي زي القطر كده وخلاص صوت ارامعة تحطي لك المحطة دي فلازم تعدي عليها الاول مش لازم الكلام ده في السكرام انت بتحدد الاولوية بتاعتك حسب من تطلبات الفيدباك اللي بيجي لك من client او من customer او في الحالة دي دي بيبقى فيه اللي هو اللي في النص ده اللي هو product owner فانت بتدي الشغل product owner product owner بيعمله presentation للك customer بياخد الفيدباك سيان بقى acceptance او rejection او comments وبيرجعلك يقولك والله طيب تمام الشغل هنا تم مية في المية ولكن المرحلة اللي جاية بدلا بتبقى الخطوة رقم 2 لا ابدأ بالخطوة رقم 3 عشان السوق محتاجها اكتر دلوقتي فبتبتدي ايه انت وتين بتاعك تعدل ال target لان ده ده المطلوب ان انت تشغل عليه دلوقتي مديرين المشاريع التقليديين يعني لو كانوا شغلين بقالهم فترة كبيرة في ال construction والكلام ده كله بيتقفف جدا من هذا المبدأ لان هو بيقول يعني انه ليه سيقعد اعدل او هغير الخطة طب العميل ليه ما قالش من الاول الكلام ده مش موجود في ال scrum يعني المفروض ان انت متبقاش كده في ال scrum ليه لان هو نفسه العميل مش بمزاجه او مش هدفه يرخم عليك ده هو بيقولك ان ده حصل نتيجة requirement بتاعت السوق او نتيجة ان فيه missing مثلا في ال design في النقطة دي فمشين في عبداءها فلازم تتقبل هذا الامر وده اللي بيدي acceptance لمدير المشروع التقليدي ان هو يبقى scrum master او يبقى agile project manager لما بيتقبل هذا الامر طيب فانت هنا بتبتدي تشتغل بناءا على ال goals اللي بتتحطوا والgoals دي بتتعدل بناءا على الايه الفيدباك اللي بيجي من product owner بعد كل sprint مثلا او بعد كل product انت بتسلمه فالproduct owner بيجيب الفيدباك من ال customer او من ال sponsor بناءا على ال business need او ال value اللي محتاجة ان هي تتعمل وبعا كده بيدها لك تاني عشان تبتدي بقى ايه ياما ياما تبدأ حاجة قبل حاجة او تبدأ الحاجة اللي انت عايزت تبدأها كده كده في البلان بس بشوية تعديلات او يديك حتة قديمة عايزك تعيدها تاني مع الجزء الجديد يعني انت flexible ان انت تقدر تشتغل بناءا على الايه الفالي اللي انت عايزت تعملها وبناءا على ال output اللي معك الحاجة اللي بعد كده اللي هي time boxing ان انت بتقسم الشغل بتاعك الى مجموعة من الشوتس كده تماما فبتبدأ الاول خالص ان انت المشروع كبير فعنده بتقسمه products فكل products مثلا تطلعه في وقت معين ولكن مثلا 3 شهور والحاجة طب ال product ده هل العميل هيفضل نايم 3 شهور لحد ما يجيله بعد 3 شهور لا ده اصلا مشروع سنة هو مش يستنىك تستجيله بعد سنة هو قالك قسم لي 3 شهور كل product مثلا وجوه كل product قسمه لي بقى user stories وكل مجموعة من user stories حطها لي في sprint وسلم هالي بعد اسبوع وبالتالي انت بتروح للعميل بعد اسبوع ففيه target كل اسبوع طيب انت داخلين الناس بتوعك بقى بيناموا يجولك في نهاية الاسبوع ويقولك عملوا ايه المفروض لا برضو ليه لانك بتعمل حاجة اسمها daily stand up meeting ده meeting عبارة عن 15 ديئة كل يوم بتناقش فيه بشكل سريع جدا مع التيم 3 شهور عملت امباراة هتعمل ايه النهاردة و ايه المشاكل اللي قبلتك ها فبردو الناس oriented جدا وعارفين هما شغالين ايه ازاي طبعا ده بيديك مميزات كويسة جدا انه هو بيحط بقى efficiency في البروزيس اللي انت بتعملها بيقلل الوقت اللي ضايع عالفاضي اللي مالوش لازمة وبيسرح حركة التيم طيب ازاي ما المسال اللي بتطعك عليه هون انت بتدي daily stand up meeting كل يوم 15 ديئة بتشوف عملت امباراة هتعمل ايه النهاردة و عندك اي مشاكل او اي obstacles هاي ما قبلك المبدأ الرابع او المبدأ الاسف السادس الا هو attrative ان انت انت ااااااااااااااااااااااا啞 إذا انت شغال الموضوع مش سكة واحدة كده رايح للتارجت ومحدش وقفتني ولو حد وقفتني راكد هتأخر وتقعد تعمل كلام بقى وكل الكلام ده مش موجود طب ليه عايش انظروا في المشروع كده مش هتعرف ان انت تمشي بسيكوينس واضح طب ما فيه فيدباك جاي لك مشكل شوية من العميل طب ما هو العميل كده هو اللي بيعطلني لا ما هو العميل اللي عايز كده طبعا ده اللي هيخرج عن إطار الاسكوب الرئيسي يعني هو مثلا ايه لو انا طالب منك تعمل لي بلادفور مثلا او ويب سايت جيت قلتلك قلضاي انا كنت عايز صفحة الاولى والتانية والتالتة ده المشروع جيت في النص قلتلك معلش ما تبدأش بالتانية ابدأ بالتالتة والتالتة انا عايز ديزاين بتاعها يتغير خلص ما انت كي كي كنت عتعملها ولكن حاصر شوية تغييرات حتى لو فيه حاجات زيادة طول ما هي في الاطار يعني فهي اكسبت طول ما هي مش تضيع وقت طول ما هي تاخد فلوس من التيم او وقت من التيم وبالتالي هتاخد فلوس او تشتري حاجة زيادة تحطها فيتشارز زيادة والحاجة خلص تمام من فيش مشكلة اللي العميل عايزه لكن ما يجيش العميل مثلا يطلب منك يقولك والله ده خلي بقى برنامج يعمل فيديو كونفرنس جوه الويب سايت وده مش عارف لازم تشتري منين لا ده شغل زيادة وبالتالي تطلب انه يجي لك ولكن اللي عايزه اقوله هنا ان انت تبقى بتاخد من العميل وترجع له بشكل اتريشن يعني تمشي كل مرحلة زي يقولك مثلا ايه امشي لحد اخر الشارع طيب ها وصلت الاخر الشارع عامش فين اخش بقى ايمين عارف كده طب هل انه هو عايزه يعزبك مثلا لانه هو مش عايزك تبقى عارف البلان لا هو اصلا مش عارف البلان هو راكب معك في العربية وبيستكشف الايه البلان طب ليه لانه هو عايزه يوصل لبرج القاهرة مثلا البعيد ده بس هو مش عارف الطرق ومش معاه جوجل ماب او جوجل ماب مش اكيرت قوي فبيمشي في كل خطه وباكيه يشوف اه طب احنا مشينا هنا طب ما تيجي تكده نرجع امبريكال ها تقى تطبيق طب ما تيجي تكده ندخل هناك كده ده بناء على ايه الطريق مش مش واضح قوي البرج هو شايفه من بعيد لكن مش عارف يوصله ازاي عشان كده دايما انت بتمشي في اتريشن وكل ما تمشي سويا كل ما تقرب والرؤية تبقى واضحة فيبقى عندك بلان وقعي اكتر وهكذا ده كده الجزء بتاع الاتريتيف احنا كده خلصنا سكس برينسبلز في الدرسة ده خدنا ستة برينسبلز للسكرام وهما مهمين جدا انك تفاهمهم يعني مش شرط ان انت تبقى بتحفظ حاجة لكن اقصد ايه اشرب المفاهيم يعني لازم ان تعرف ان هو طريقة تطبيقية ونمشي عليه لا وانت ماشي بتعدل لازم تبقى لازم تقبر الناس بتوعك وتعلمهم وتبقى انت عارف وتديهم الاحساس ده انهم اكبار وانهم اقدروا يعتمدوا على نفسهم ويشتغلوا لازم تبقى فهم انهم يشتغلوا مع بعض وكل واحد يطلع حتى يديها للتاني وبالتالي ما يفعش حد يوقع على الفريق لازم تبقى عارف انه هو بيعتمد على value based ممكن الشغل يعني يعاد ترتيبه عادي جدا مش هنزعل مش هندايق لان ده اللي هيحقق لنا value او فايدة اكتر او مصلحة اكتر للعميل لازم نقسم الشغل بتاعنا لميل ستونز وتارجت ونركز على كل تارجت احنا بنعمله واحنا شغلين نبقى عارفين كويس انه ممكن حاجة تتغير او يحصل فيها تعديلات فعادي جدا ان احنا بنعدل وبنمشي بإتريشنز عشان نبتدي ايه نحسن طول ما احنا شغلين انا كاي خلصت الليسون ده وخلصت الليسونز الثيوريتكال بتاعت الكورس الدرس اللي جاي هو هيكون بس عن ازاي تاخد بالامتحان الفاينال بتاع الشرم ماستر طبعا قبل ما تدخل الامتحان اللي هو هقولك تدخله ازاي ده هتلاقي في الماتيريال اللي انا هتحركه على الويب سايت وانت بتشوف الفيديو ده اعمل ده اللود للماتيريال وبعد كيه روح ذاكر منه باكاونت لها في الكويزس لما تدوس على كويز هتلاقي اسئلة الاسئلة دي تبتدي حلها والمفروض ان انت لو جبت اكتر من سبعين في المية سبعين في المية بقى انت جاهز تدخل الامتحان خلاص راجع بس على اخطاء بقى انت جاهز تدخل الامتحان لو جبت اعلم سبعين في المية لأ هتحتاج تسمع بسرعة الفيديوهات تاني حتى ممكن تزود سرعة تشغيل الفيديو عشان تسمعها بسرعة وتراجع للشابترز وتاخد الامتحان مرة تاني تمام يلا بنا نشوفك الدرس جاي نشوف نعمل زي الـ sign up للويب ساب بتاع الامتحان الفاينل و اشوفك على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة